بالعودة إلى تطورات عند المنطقة الحدودية مع مصر تحديدا عند معبر رفح يحدثنا من الجنب المصري من المعبر من رأس الحدث أحمد عثمان أحمد تحية طيبة يعطيكم ألف عافية تتابعون تكدس الشاحنات خلال الأيام الماضية أمامكم عند معبر رفح اليوم كيف هي الصورة مع سماح يعني مع التواصل لاتفاق بدخول بعض من هذه الشاحنات نعم بالفعل كان المشهد احتفاليا منذ العشرة صباحا منذ الإعلان عن دخول أو الموافقة على دخول هذه الشاحنات بعد 14 يوما من اندلاع الحرب بعد أكثر من عشرة أيام من وجود هذه الشاحنات ما بين مدينة العريش وما بين معبر رفح حيث أقف الآن المشهد كان احتفاليا دخولا وعودة وكان هناك الكثير من السعادة على وجوه من شارك في هذه التجربة من السائقين أغلب المواد التي دخلت اليوم من معبر رفح هي من المستلزمات الطبية ومن الدواء كان هذا المشهد واضحا منذ ساعات المساء الأمس حيث كان هناك حديث على دخول شاحنتين فقط تم الإعداد لدخولهما ولكن تم التوقف في اللحظات الأخيرة وتم الاتفاق على أن يكون هناك كمية أكبر من المستلزمات الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة مع ساعات الصباح ولكن ربما يبقى السؤال الأهم بعد انتهاء مشاهد الاحتفالات حول ما هي المشهد القادم البعض هناك غمود فيما يتعلق بما هو قادم مستقبلا بعد نجاح هذه التجربة الكثير لا يعرفون كنت أتحدث مع بعض أعضاء الجمعيات أو بعض الصائقي الحافلات لا أحد يعرف إذا سيكون هناك أفواج أخرى من القوافل الطبية أو الإغاسية سيتم السمح لها بالدخول غدا أو بعد غد لا يوجد أي جدوى الواضح حتى الآن بحسب ما علمنا من معلومات على الرغم من أن هناك غياب للتصريحات الرسمية ولكن هناك استمرار للمشاورات والتنصيق ما بين الأطراف المعنية نحن نتحدث عن الطرف المصري والطرف الإسرائيلي ونتحدث أيضا عن وسطاء من الولايات المتحدة وعدم من الدول في ظل رعاية من الأمم المتحدة هناك تكدس كبير للشاحنات نتحدث عن 175 شاحنة نتحدث عن عشرات الشاحنات الموجودة في العريش نتحدث عن أطنان من الغذاء ومن الدواء وصلت وتم تعبئتها من خلال طائرات إلى مطار العريش كل هذه المواد كل هذه الأطنان يعني يحتاجها الخطاع ولكن تبقى الأليات نجاح هذه التجربة اليوم رغم أنها كمية ضئيلة جدا بما يحتاجه الخطاع من مسلزمات طبية ولكنها تفتح نفسة أمل صغيرة لأن يكون لمعبر رفح دور كبير على الجانب الإنساني في الوقت اللاحق وهو الطرح المصري الأممي الذي تم دعمه من خلال الأيام الماضية على الرغم من أن هناك طرحا أو قراءة يعتبرها البعض قراءة إسرائيلية بأن فتح معبر رفح ودخول المساعدات يجب أن يكون وفق شروط وأليات معينة ضئيلة الكميات وأنها أيضا لجب أن تكون في سياق مقايضات سياسية في ظل ما يحدث من مجريات الأمور في غزة خلال الساعات المقبلة أيضا مع الحديث عن اشتياح بري وغيره من أمور تتعلق بالوضع الأمني واللوجستي داخل القطاع طيب أحمد تحدثنا بالتفصيل عن تطورات اليوم من هي الجهة التي مخولة بالإعلان من هي الجهة التي تتواصلون معها هل هناك مسؤولين على الأرض يعني بعض الأرقام من الجانب الفلسطيني خرجت من هيئة المعبر ماذا عن هيئة المعبر عن الجانب المصري وهل هناك إحصاء رسمي دقيق لعدد الشاحنات التي دخلت بالفعل والحمولة التي تمكنت من نقلها على الجانب المصري لا أحد يعني مخول له بالحديث عن مثل هذه الأمور نحن نتحدث مع المشاركين من الجمعيات التي تدخل أو تعمل تحت عباة التحالف الوطني والذي يضم 34 جمعية وقد قاموا هم من يقومون بالتنصيق والعمل الدؤوب في هذه الإطار الإنساني لهذه القوافل الطبية منذ اليوم الأول منذ أن كان حتى التحرك من خلالهم من مدينة القاهرة إلى مصولا إلى مدينة العريش ومن العريش إلى رفح الجهة التي تصدر بيانات لها علاقة بأي أرقام هي وزارة الخارجية المصرية والتي تتحدث من خلال بياناتها الرسمية حول المواقف الرسمية حول التصريحات الرسمية حول الموقف فيما يتعلق بحتى أعداد الدخول بالتأكيد هناك أيضا دور لوزارة الصحة المصرية ولكن من خلال تواقمها الطبية الموجودة داخل المستشفيات ولكن فيما يتعلق بالوضع على الحدود مع معبر رفح هي تتم في الإطار الذي أحدثك به كل شكلك أحمد سنعود إليك في بروز الجديد من كل هذه التطورات حدثني معبر رفح الجنب المصري منه أحمد عثمان مراسل حدث شكرا جزيلا لك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر